القيود اليومية يتم الدخول إليها من إدارة الحسابات العمليات قيود اليومية سؤال متى نستخدم شاشة القيود اليومية للجواب على هذا السؤال سوف نقوم بعرض بعض الحالات التي من خلالها يتم استخدام شاشة القيود اليومية نقوم الآن بعرض تلك الحالات إذن تستخدم شاشة القيود اليومية أولا عند بيع أو شراء الأصول بالآجل إذن في حالة بيع أو شراء الأصول بالآجل في مثل هذه الحالة عند إثبات عملية الشراء أو عملية البيع لهذه الأصول يتم عمل قيود يومية يتساءل البعض ماذا يقصد بالأصول طبعا قسم الأصول إلى نوعين نقوم بعرض تقسيمات الأصول هناك نوعين من الأصول أصول ثابتة وأصول متداولة الأصول الثابتة هي تلك الأصول التي يتم شراؤها بغرض استخدام في مزاولة النشاط وليس بغرض البيع أو الربح إذن الأصول التي يتم شراؤها بغرض استخدامها في الشركة ومزاولة النشاط وليس بغرض البيع أو الربح تستخدم أصول ثابتة عند شراءها بالآجل يتم عمل قيود يومية من أنواع الأصول الثابتة مثلا المباني والأراضي وسائل النقل والمواصلات الآلات والمعدات الأسات والتجهيزات المختلفة من طاولات وكراسي مثلا الأجهزة الإلكترونية والكهربائية المختلفة من أجهزة طابعات كمبيوترات فاكسات وغيرها إذن عند شراء هذه الأصول الثابتة بالآجل يتم إثبات قيمة تلك الأصول بقيود يومية لكن عند شراءها مثلا نقدا يفضل أن يتم عمل صرف نقدي أو عند بيعها نقدا يفضل أن يتم عمل سنة قبل نقدي هذا بالنسبة للأصول الثابتة أما الأصول المداولة فتعريفها النقدية أو الأصول الأخرى التي ستحول إلى نقدية أو شبه النقدية خلال هذه الفترة المحاسبية من أمثلة مثلا الأصول المداولة النقدية في الصندوق أو في البنك العملاء المخزون أو الأوراق المالية أو السلاف والعهد ما يهمنا موضوع الأصول الثابتة عند شراءها بالآجل أو بيعها بالآجل نتم عمل قيد يومي نعود مرة أخرى إلى استخدامات شاشة القيود اليومية الحالة الثانية من حالات استخدام القيود اليومية عند منح العملاء خاص مسموح به أو الحصول على خاص مكتسب من مورد في حالة كان للشركة على أحد العملاء أو الشركات الأخرى أو المحلات دين أو التزام علي للشركة وتم منح هذا العميل خاص مسموح به فالإثبات ذلك الخاص لا بد من استخدام قيود يومية كذلك إذا حصلت شركة الخاصة على خاص مكتسب من مورد في مثل هذه الحالة والإثبات ذلك الخاص من مكتسب لا بد من استخدام قيود اليومية كذلك الحالة الثالثة التي تستخدم فيها شاشة قيود اليومية عند تصحيح الأخطاء المحاسبية أو عمل تسويات محاسبية معينة في حالة تم اكتشاف خطأ محاسبي معين فإنه من أجل تصحيح ذلك الخطأ يتم استخدام شاشة القيود اليومية إما استخدام قيود أكسية أو أي تسويات من التسويات المحاسبية الملائمة كذلك تستخدم شاشة القيود اليومية عند إثبات المصروفات المستحقة مثل ماذا؟ مثل المرتبات المستحقة للموظفين مثل الإيجار المستحق على الشركة للغير وغيرها من المصاريف المستحقة عند إثباتها يتم عمل قيود يومية وخصوصا ما يتعلق بإثبات المرتبات المستحقة في نهاية أو بداية كل شهر حسب سياسة الشركة المتبعة في إثبات المرتبات المستحقة للموظفين كذلك تستخدم شاشة القيود اليومية عند خصم السلف الممنوحة للموظفين أو إخلاء العهد وتصفية العهد على الموظفين كذلك تستخدم شاشة القيود اليومية عند إثبات الغرامات والجزاءات المرتبطة بغيابات الموظفين لإثبات تلك الغرامات أو الخصميات يتم استخدام شاشة القيود اليومية كذلك تستخدم شاشة القيود اليومية عند عمل التسويات المرتبطة بالإقفالات سواء أكانت إقفالات شهرية أو إقفالات سنوية كذلك تستخدم شاشة القيود اليومية عند عمل قيود فرق أسعار صرف مختلفة أو متنوعة هناك العديد من الحالات التي تستخدم فيها شاشة القيود اليومية قمنا بعرض بعض تلك الأمثلة إذا ما عدنا مرة أخرى إلى شاشة القيود اليومية وقمنا بشرح هذه الشاشة نلاحظ أن الشاشة تتكون من جزئين الجزء العلوي والجزء السفلي الجزء العلوي بمجرد الضغط على زر الإضافة يظهر لنا التاريخ المرتبط بالعملية آليا ورقم المستند آليا كذلك يتم وكتابة وتحديد مبلغ القيد المحاسبي في هذا الحق وتحديد رقم المرجع أي رقم المستندات المرتبطة بهذه العملية سواء فواتر شراء أو فواتر مبيعات مرتبطة بشراء أو بيئة تلك الأصول الثابتة يتم إدخالها في حق للمرجع أما في أسفل الشاشة فإنه يتم إثبات العملية المحاسبية المتكونة من طرف مدين وطرف دائن فيتم إظهار أرقام الحسابات المرتبطة في القيد المحاسبي أو المرتبطة في تلك العملية وإسم الحساب وكذلك توضيح وشرح هذا القيد المحاسبي الذي سيتم تنفيذه الآن نقوم باستعراض بعض الأمثلة المختلفة حول استخدامات شاشة قيود اليومية نقوم الآن بعرض المثال الأول نقوم بالدخول إلى تطبيقات القيدة اليومية التطبيق الأول خاص بشراء أصل ثابت بالآجل تم شراء لابتوب نوع ديل بمبلغ 80 ألف ريال من شركة الماجي التكنولوجي بالآجل إذن عند شراء الأصول الثابتة بالآجل يجب استخدام شاشة القيود اليومية لإثبات عملية الشراء أما القيد المحاسبي المنفذ فهو من حساب لابتوب ديل إلى حساب شركة الماجي التكنولوجي إذن جهاز اللاب تبدل طرف مدين لأنه أصل زاد إلى حساب شركة الماجي التكنولوجي طرف دائن لأنه التزام زاد الآن نقوم بإدخال هذه البيانات وتوضيح أهم الإجراءات المتعلقة بتنفيذ القيود اليومية في شاشة القيود اليومية في نظام متكامل نعود الآن مرة أخرى إلى شاشة القيود اليومية قبل البدء بعملية تنفيذ القيود اليومي وشرح الخطوات لابد أن نقوم بشرح أهم الإجراءات المرتبطة بتنفيذ أي عملية في إدارة الحسابات وخصوصا في شاشة القيود اليومية نقوم بعرض تلك الإجراءات بشكل سريع الإجراء الأول لتنفيذ القيود اليومية هو أن تكون جميع الحسابات المتعلقة بتنفيذ القيد اليومي أي الطرف المدين والطرف الدائن مضافة في الدليل المحاسبي هذا الإجراء الأول الإجراء الثاني أن نقوم بإثبات العملية وحفظها أي أن نقوم بإثبات وتنفيذ القيد اليومي ونقوم بعملية حفظه الإجراء الثالث أو الخطوة الثالثة وهي خطوة مهمة للغاية هي عملية الترحيل من أجل التأثير المالي والمحاسبي على الحسابات حتى نستطيع فيما بعد أن نقوم بطباعة كشفات الحسابات وطباعة التقارير المتنوعة والحسابات الختامية المختلفة نقوم الآن بتنفيذ أول إجراء من إجراءات تنفيذ القيود اليومية وهي إضافة الحسابات في الدليل المحاسبي طبعا هذا في حالة أنها لم تكن مضافة أما إذا ما كانت مضافة من قبل فنقوم بتنفيذ العملية مباشرة نعود الآن إلى إدارة الحسابات ونذهب إلى الدليل المحاسبي ندخلات الأساسية الدليل المحاسبي نفرض جدلا أن شركة الماجي التكنولوجي ليست مضافة في الدليل المحاسبي نقوم بشكل سريع وبسيط بإضافة شركة الماجي التكنولوجي في الدليل المحاسبي هناك عدة طرق لإضافة الحسابات الجديدة في الدليل المحاسبي نقوم بأرض أسهل هذه الطرق والتي تكون على النحو التالي أنا أفضل في الواقع أن يكون مستخدم نظام المتكامل حافظ لأربع حسابات رئيسية ما هي أهم الحسابات الرئيسي الواجب على مستخدم نظام المتكامل أن يكون حافظها نقوم باستعراضها بشكل سريع الحسابات الأكثر استخداما واحد حساب الصندوق حساب الصندوق الحساب الرئيسي له مثلا في الدليل المحاسب هو 1-2-1-0-1 كمثال طبعا قد يختلف الحساب الرئيسي من دليل إلى آخر من شركة إلى أخرى لكن في نهاية المطاف لابد على كل مستخدم نظام المتكامل أن يكون حافظ هذا الحسابات الرئيسية الأكثر استخداما في الواقع هي حساب الصندوق 1-2-1-0-1 أو حساب البنك الرئيسي والذي رقمه ربما يختلف من شركة الأخرى كما قلنا سابقا 1-2-2-0-1 أو حساب العملاء بن قوسين المدينين 1-2-3-0-1 أو حساب الموردين الدائنين 2-2-1-0-1 يتساءل البعض ما الفائدة من حفظ الحسابات الرئيسية فقط لهذه الحسابات إذا ما عدنا مرة أخرى إلى الدليل المحاسبي وأردنا مثلا أن نقوم بإضافة حساب شركة الماجد تكنولوجي تعتبر مورد ما عليك إلا الضغط على زر الباحث ثم تقوم في رقم الحساب بإضافة الحساب الرئيسي للموردين الذي هو 2-2-1-0-1 طبعا يختلف من شركة إلى أخرى أو من دليل إلى آخر المهم أن تكون حافظ لتلك الحسابات الرئيسية بعد إدخال رقم الحساب الرئيسي للموردين بن قوسين الدائنين نقوم بالضغط على زر F9 ونقوم بفتح المربع الموجب واستعراض آخر حساب موجود في الدليل المحاسبي خاص بالموردين نلاحظ أن آخر حساب هو 052 الآن نقوم بإضافة شركة الماجد تكنولوجي سوف يكون رقمها 2-2-1-0-1-0-53 ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة ثم كتابة الرقم الجديد ثم التحرك بالماوس أو بزر التاب من على الكيبورد وكتابة الحساب الرئيسي الذي أنت حافظ له هذا هو 2-2-1-0-1 ثم تقوم بكتابة اسم الحساب ثم نوع الحساب فرعي ثم تحدد عملة الحساب ريال يمني مثلا ثم تقوم بعمليات الحف نقوم بهذا قد أضفنا شركة الماجد تكنولوجي في الدليل المحاسبي هناك طريقة أخرى للإضافة لكنها طويلة بعض الشيء هي أن تقوم فقط بالضغط على زر الباحث ثم تقوم بالضغط على F9 ثم تقوم بفتح المربعات الموجبة ثم تترجم جميع الحسابات الأساسية تقوم بالضغط على الخصوم والتزامات ثم الخصوم المداولة تعتبر طريقة طويلة بعض الشيء ثم الموردين ثم الموردين المحليين ثم تقوم بمعرفة آخر حساب مضاف وتقوم بإضافة الحساب الجديد لذلك أفضل أن يتم اتباع الطريقة السابقة أن نكون حافظين الحساب الرئيسي للصناديق أو البنوك أو الموردين أو العملاء وبمجرد أردنا إضافة عميل جديد أو مورد جديد ما علينا أن نغضط على زر الباحث ثم يدخل رقم الحساب الرئيسي مثل الموردين أو العملاء ثم نضغط على F9 مباشرة نلاحظ بشكل سريع ومن ثم معرفة آخر حساب يتم إضافته الآن نقوم بتنفيذ العملية الخاصة بشراء جهاز اللابتوب بالآجل من شركة تكنولوجي سوفت ندخل عمليات قيود اليومية ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة ثم التحرق بالتاب أو بالماوس نلاحظ ظهور التاريخ آليا رقم المستند يدخل آليا ثم نقوم بإدخال المبلغ 80 ألف ريال قيمة اللابتوب ثم نذهب إلى أسفل الشاشة ونبدأ بإدخال طرفي القيد المحاسبي الطرف المدين الذي هو جهاز اللابتوب ديل والطرف الدائن الذي يمثل شركة الماجد تكنولوجي هناك عدة طرق لإنزال الحسابات في نظام المتكامل من أفضل الطرق وأسهلها والبحث عن الحساب عن طريق اسم الحساب فما عليك إلا الذهاب إلى اسم الحساب ثم تقوم بإدخال رمز النجمة ثم تقوم بكتابة مثلا لابتوب ديل أو تقوم فقط بكتابة لابتوب أي تستطيع كتابة اسم الحساب كامل أو جزء من اسم الحساب نكتب مثلا لابتوب ثم تقوم بالضغط على F9 ماذا نلاحظ؟ سوف يظهر رقم الحساب واسم الحساب مباشرة فتقوم بإنزاله بالضغط عليه مرتين والتحرك بالماوس أو بالتاب البيان تقوم بشرح العملية أي شرح القيد المحاسبي البيان مثلا شراء جهاز لابتوب نوع ديل بالآجل من شركة الماجد تكنولوجي تقوم بكتابة ذلك البيان كي يظهر في كشف حساب اللابتوب عند طباعته بعد كتابة البيان ننتقل إلى الطرف المدين ونقوم بإدخال المبلغ الذي هو 80 ألف ريال ثم التحرك بالماوس أو بالتاب إذا ما ذهبنا إلى المركز أي مركز التكلفة في حالة أن الشركة أو المؤسسة أو المحل التجاري يستخدم مراكز التكلفة وقد تم إضافة مراكز التكلفة سابقا ما عليك اللي ضغط على F9 واختيار المركز المرتبط بهذه العملية أما إذا كانت الشركة أو المؤسسة أو المحل التجاري لا يستخدم مراكز التكلفة فإن هذا الحق يصبح اختياري وليس إجباري نفترض جدلا أن الشركة لا تستخدم مراكز التكلفة ننتقل الآن للطرف الدائن ونقوم الآن بالبحث على شركة الماجد الذي يمثل الطرف الدائن كما قلنا سابقا هناك طريقة للبحث إما عن طريق اسم الحساب أو رقم الحساب فإذا ما قمنا مثلا بالبحث عن طريق اسم الحساب نقوم فقط بكتابة الماجد أو شركة الماجد ثم الضغط على F9 نلاحظ سوف يظهر اسم الشركة الماجد ورقم الحساب مباشرة طبعا هذه الطريقة الأولى البحث عن طريق اسم الحساب هناك طريقة أخرى سهلة للغاية هو أن يتم البحث عن طريق رقم الحساب في حالة أن مستخدم نظام المتكامل حافظ لرقم الحساب يقوم بإدخال مباشرة مثلا بالطريقة الظهرة أمامك مثلا عند رقم الحساب ثم التحرك بالتابة بالموس نلاحظ سوف يظهر اسم الحساب مباشرة الطريقة الثالثة هو أن يتم إدخال الحساب الرئيسي للموردين كما شرحناه سابقا على النحو التالي مثلا الحساب الرئيسي للموردين هو 22101 ثم نقوم بالضغط على F9 سوف يظهر جميع الموردين الذين تتعامل معهم الشركة ما عليك الاختيار المورد المناسب مثلا شركة الماجي التكنولوجي ما تقوم بالضغط عليه إذن هناك عدة طرق للبحث على الحسابات إما عن طرق اسم الحساب أو إدخال رقم الحساب مباشرة في حالة كنا حافظين لرقم الحساب أو إدخال الحساب الرئيسي للموردين أو العملاء أو الصناديق أو البنوك والضغط على F9 فيتظهر لجميع الحسابات المرتبطة بهذا الحساب الرئيسي ننتقل الآن إلى حق البيان ونقوم بكتابة وشرح وتوضيح العملية التي تمت أمام شركة الماجي التكنولوجي كي تظهر ويظهر هذه البيانات وهذا الشرح في كشف حساب شركة الماجي التكنولوجي مثلا شرح العملية لكم قيمات لابتوب نوع مثلا دل ننتقل الآن إلى الطرف الدائن بعد كتابة البيان طبعا شركة الماجي التكنولوجي في القيدة اليومية تمثل طرف دائن لأنها التزام على الشركة نقوم بإدخال المبلغ وبعد إدخال مبلغي القيدة المحاسبة في الطرف المدين والطرف الدائن وفي أعلى الشاشة وكتابة البيانات ما عليك للضغط على زر الحفظ إذا ما أردنا استعراض القيد اليومي أو طباعته نقوم بالضغط على زر اتباعه إذا أردنا طباعته مباشرة نقوم بالضغط على نعم أما إذا ما أردنا مثلا استعراضه فقط نقوم بالضغط على لا يظهر القيد اليومي بالشكل الظاهر أمامكم تفاصيل القيد اليومي رقم السناد تاريخ السناد طرفي القيد اليومي من الطرف المدين والطرف الدائن بعد عملية الحفظ والاستعراض ننتقل إلى أهم خطوة في القيد اليومي هو عملية الترحيل من أجل التأثير المحاسبي كي تظهر مبالغ الحسابات في كشفات الحسابات عند طباعتها نخرج من هذه الشاشة ننتقل إلى قائمة الترحيل قيود يومية ونقوم بالضغط على السند مرتين نلاحظ ظهور القيد المحاسبي الخاص بناء نقوم بالضغط على ترحيل إذا ما أردنا استعراض القيد المحاسبي والتأكد منه واستعراضه قبل طباعته نقوم بالضغط على التاريخ مرتين بالزر الأيمان يظهر القيد المحاسبي الخاص بناء الذي قمنا بتنفيذه قبل قليل الآن أقوم بعملية التأثير المحاسبي والمالي من خلال الترحيل إذا ما أردنا طباعة كشف حساب معين مثلا كشف حساب شركة الماجي التكنولوجي بعد عملية الترحيل يتم ذلك من خلال الدخول إلى التقارير كشفات الحسابات الحسابات الفرعية ونقوم بالبحث على الحسابات إما من خلال إدخال رقم الحساب مباشرة أو إدخال جزء من رقم الحساب ثم الضغط على F9 أو استعراضه أو البحث من خلال الاسم وهي الطريقة الأفضل ما عليك إلا إدخال رمز النجمة ونكتب مثلا شركة الماجي التكنولوجي أو نكتب جزء من اسم الحساب مثلا شركة الماجد ثم الضغط على F9 سوف يظهر رقم حساب شركة الماجد والاسم نقوم بالضغط عليه مرتين وإنزاله ثم نقوم بعملية الطباعة نلاحظ ظهور كشف الحساب الخاص بشركة الماجد التكنولوجي بالشكل الظاهر أمامكم تفاصيل كشف الحساب تاريخ رقم حساب شركة الماجد عملة الحساب ثم تظهر العمليات التي تمت على هذا الحساب بدأ من التاريخ نوع المستند قيد اليوم الذي تم التنفيذه قبل قليل رقم السند ثم نلاحظ ظهور البيانة التي تم كتابته أمام شركة الماجد التكنولوجي ويظهر المبلغ بالطرف الدائن حيث أن شركة الماجد التكنولوجي تمثل التزام على الشركة أي تظهر في الطرف الدائن نعود مرة أخرى إلى شاشة القيود اليومية من أجل استعراض مثال آخر وتطبيق آخر لاستخدام شاشة القيود اليومية التطبيق الثاني على استخدام شاشة القيود اليومية في نظام المتكامل حصلنا على خصم مسموح به من شركة الماجد التكنولوجي بمبلغ 5000 ريال عند إثبات الخصم المسموح به أو الخصم المكتساب يتم استخدام شاشة القيود اليومية في نظام المتكامل القيد المحاسبي الذي سوف يتم تنفيذه على النحو التالي من حساب شركة الماجد تكنولوجي طرف مدين إلى حساب خصم مكتساب طرف دائن شركة الماجد تكنولوجي طرف مدين لأنها التزام أو دائنين إن خفض قل فهي طرف مدين بينما خصم مكتساب طرف دائن لأنه يمثل إيرادات نقوم الآن بإدخال هذا القيد المحاسبي في شاشة القيود اليومية على النحو التالي نقوم أولا بالضغط على زر الإضافة نلاحظ ظهور تاريخ العملية مباشرة آليا ننتقل بالماوس أو بالزر التاب من على الكيبورد نلاحظ ظهور الرقم الثاني أي أن هذا القيد هو القيد الثاني الذي سيتم تنفيذه في شاشة القيود اليومية ننتقل إلى حق المبلغ ونقوم بإدخال المبلغ خمسة ألف ريال ننتقل الآن مباشرة إلى الجزء السفلي من الشاشة كي نقوم بتنفيذ القيد المحاسبي الذي هو من حساب شركة الماجد تكنولوجي طرف مدين إلى حساب الخصم المكتسب طرف دائن طبعا لإنزال الحسابات لابد أولا أن تكون مضافة هذه الحسابات في الدليل المحاسبي فهذا ما يضيفت فإن يتم إنزالها في الشاشات من خلال استخدام عدة طرق الطريقة الأولى الأسهل والأفضل هو أن يتم البحث من خلال اسم الحساب فما عليك إلا إدخال رمز النجمة ثم تقوم بكتابة اسم الحساب كاملا أو جزء من اسم الحساب مثلا شركة تكنولوجي نكتب فقط تكنولوجي ثم الضغط على F9 نلاحظ ظهور اسم الشركة ورقم الحساب مباشرة والإنزال إلى الشاشة نقوم بالضغط على مرتين نلاحظ ظهور اسم الحساب ورقمه طبعا هذه الطريقة الأولى البحث من خلال اسم الحساب أما طريقة ثانية من خلال إدخال رقم الحساب مباشرة في حالة كنا حافظ لرقم الحساب ثم التحرك بالتاب والموس نلاحظ ظهور اسم الحساب مباشرة أما الطريقة الثالثة أن يتم كتابة الحساب الرئيسي للموردين كما قلنا كمستخدم للنظام المتكامل أو كمحاسب لابد أن تكون حافظ لأربع حسابات رئيسية حسابات الموردين بين قوسين الدائنين حسابات العملاء بين قوسين المدينين حسابات الصندوق حسابات البنوك كي تفيدك في عملية إضافة الحسابات أو البحث عنها مثلا في الشركة الخاصة بناء الحساب الرئيسي للموردين هو 2-2-1-0-1 طبعا نختلف من شركة إلى أخرى بعد إدخال الحساب الرئيسي ما عليك إلا الضغط على F9 ماذا نلاحظ؟ نلاحظه في ظهر جميع الموردين المندرجين تحت الحساب الرئيسي للموردين وظهور حساب شركة الماجي التكنولوجي نقوم بالضغط عليه وإنزاله أما الطريقة الثالثة والتي لا أحبذها ولا أفضلها إطلاقا هو أن يتم الضغط عند رقم الحساب على F9 نلاحظ ظهور الدليل المحاسبي كاملا من ثم تبدأ عملية البحث طبعا هذه التسارك منك وقت طويل خصوصا إذا كان معك كم كبير جدا من الحسابات لذلك أفضل في الواقع العملي أن يتم البحث من خلال اسم الحساب ما عليك إلا تخير رمز النجمة ثم شركة الماجد ثم الضغط على F9 ونقوم بإنزاله للشاشة بالضغط عليه مرتين والتحرك بالماوس أو بالتاب الآن نقوم بتوضيح العملية حصلنا على خاص مكتسب من قبلكم مثلا تحرك بالتاب أو بالماوس نقوم بإدخال المبلغ في الطرف المدين خمسة ألف ريال ننتقل الآن إلى الطرف الدائن في ننتقل للسطر السفلي ونقوم بالبحث على الخصم المكتسب بالطرق التي تم شرحها مسبقا طريقة الأفضل للبحث عن خلال الاسم نقوم بإدخال رمز النجمة ثم نكتب خصم مكتسب أو تكتب مكتسب أو تكتب خصم أهم شيء أن تكون بكتابة إما اسم الحساب كامل أو جزء من اسم الحساب مثلا نكتب مكتسب ثم نضغط على F9 نلاحظ ظهور الخصم نقوم بالضغط عليه مرتين البيان حصلنا على خصم مكتسب من شركة الماجد كي يظهر هذا البيان في كشف حساب الخصم وبعد كتابة البيان ننتقل بالماوس أو بالتاب إلى الطرف الدائن ونكتب المبلغ خمسة ألف ريال الآن نقوم بعملية الحفظ بعد إتمام جميع الإجراءات إذا ما أردنا طباعة هذا القيد أو استعراضه ما عليك للضغط على زر طباعة إذا أردنا الاستعراض فقط نقوم بالضغط على لا يظهر القيد المحاسم بالشكل الظاهر أمامكم رقم السند التاريخ ثم الحسابات والعمليات التي تمت من حساب شركة الماجد تكنولوجي طرف مدين إلى حساب الخصم المكتسب طرف دائن الآن بعد عملية الحفظ ننتقل للخطوة الأساسية الثانية هي عملية الترحيل وهي خطوة مهمة وتسمى التأثير المالي والمحاسبي لذلك نخرج من هذه الشاشة ننتقل مباشرة إلى قائمة الترحيل قيود اليومية نقوم بالضغط على السند مرتين سوف يظهر القيد المحاسم نقوم بالتأشير على ترحيل إذا ما أردنا مثلا استعراض هذا القيد قبل ترحيله التأكد منه ننتقل إلى حقل التاريخ وبالزر الأيمان نلاحظ ظهور القيد المحاسم الخاص بنا الآن نقوم بعملية الترحيل الآن نستطيع طباعة كشوفات الحسابات المختلفة فإذا ما أردنا مثلا طباعة كشف حساب شركة الماجد تكنولوجي ما عليك إلا الذهب إلى قائمة التقارير كشوفات الحسابات حسابة الفرعية ونقوم بالبحث على الحسابات إما من خلال اسم الحساب أو إدخال رقم الحساب مباشرة مثلا نبحث عن طريق اسم الحساب نجمة ونكتب الماجد مثلا أو تكنولوجي أو أي جزء من اسم الحساب ثم نضغط على إفتسعى شركة الماجد تكنولوجي ثم نقوم الآن بالطباعة إذا ما أردنا سوف يظهر كشف الحساب الخاص بشركة الماجد تكنولوجي بالشكل الظاهر أمامكم تاريخ اسم الحساب عملة الحساب ثم جميع العمليات التي اتمت على هذا الحساب فنلاحظ أن القيد اليومي هو الذي قمنا بشرح سابقا وإثبات عمليات الشراء لكم قيمات لابتوب مبلغ 80 ألف ريال أما القيد المحاسبي الذي قمنا بتنفيذه الآن رقم 2 تاريخ القيد ثم حصلنا على خص مكتسب من قبلكم مبلغ 5000 ريال طرف مدين إذن كان لهم مبلغ 80 ألف ريال طرف دائن وحصلنا على خص مكتسب مبلغ 5000 ريال طرف مدين إذن الرصيد المتبق لشركة الماجد تكنولوجي هو 75 ألف ريال نعود مرة أخرى إلى شاشة القيود اليومية وعرض تطبيق آخر أو مثال آخر لإستخدام شاشة القيود اليومية التطبيق الثالث في حالة منح العملاء خاص مسبوح به من الحساب الذي عليهم أو من الدين الذي عليهم في مثل هذه الحالة يتم استخدام شاشة القيود اليومية التطبيق الثالث تم منح العميل حسان خاص مسموح به بمبلغ 150 دولار من الدين الذي عليه القيود المحاسبي سوف يكون على النحو التالي من حساب الخصم المسموح به طرف مدين إلى حساب العميل حسان طرف دائن الخصم المسموح به يندل ضمن المصروفات لذلك عند زيادته يكون مدين بينما العميل حسان هو إندل ضمن الأصول المتداولة العملاء عند انخفاضه يكون دائن الآن نقوم بتنفيذ هذا القيود المحاسبي في شاشة القيود اليومية على نحو التالي نقوم بالضغط على زر الإضافة التحرك بالتاب أو بالماوس الانتقال إلى أسفل الشاشة ونقوم بإدخال طرفي القيود المحاسبي الطرف المدين والطرف الدائن نبحث الآن على الخصم المسموح به طبعا الخصم المسموح به مضاف الدليل المحاسبي هناك عدة طرق للبحث عنه الضغط طرق كما قلنا سابقا البحث من خلال اس ما عليك إلا إدخال رمز النجمة وتكتب مثلا مسموح به ثم الضغط على F9 نلاحظ ظهور خصم مسموح به بالدولار هناك خصم مسموح به بالريال وخصم مسموح به بالدولار نختار الخصم المسموح بالدولار ثم نتحرك بالتاب أو بالماوس ونقوم بكتابة البيان طبعا نلاحظ ظهر باللون الأخضر لأن الخصم المسموح به عملته دولار لذلك سوف نقوم بإدخال المبلغ الأجنبي الذي هو 150 دولار ويقوم النظام بتحويله من خلال ضرب بسر الصرف إلى العملة المحلية نقوم بإدخال هذا المبلغ في على الشاشة الآن ننتقل للطرف الدائن ونقوم بالبحث على العميل حسان من خلال اسم الحساب حسان ثم نضغط على F9 وإنزاله والتحرك بالتاب أو بالماوس والبيان تم منحكم خاص مسموح به طبعا طرف دائن نقوم بإدخال المبلغ 150 دولار نلاحظ أن النظام يقوم بتحويله إلى سعر أو إلى المبلغ المحلي أو العملة المحلية الآن نقوم بعمليات الحفظ إذا ما أردنا طباعة القيدة المحاسبة بالضغط على طباعة استيراض فقط لا يظهر القيدة المحاسبة من حساب الخصم المسموح به دولار ويقابله بالمحلي إلى حساب حسان دائن 150 ويقابله بالعملة المحلية الآن نقوم بعملية الترحيل والتأثير المالي من خلال الخروج من الشاشة الذهب إلى الترحيل قيود اليومية ونقوم بالضغط على السند مرتين نؤشر عليه ترحيل إذا ما أردنا استعراضه بالزر الأيمن الآن نقوم بعملية الترحيل الآن إذا ما أردنا طباعة كشف حساب العميل حسان واستعراض العمليات التي تمت على كشف حسابه ومعرفة رصيده المتبقي ما علينا إلى الدخول للتقارير كشفات الحسابات الحسابات الفرعية ونقوم بإدخال رقم العميل مباشرة أو البحث من خلال اسم العميل نقوم بالبحث من خلال اسم العميل نجمة حسان إفتسعة دولار نستطيع إدخال بباشرة ثم نقوم بعملية الطباعة ماذا نلاحظ ظهور كشف حساب العميل حسان عملة بالدولار جميع العمليات التي تمت فإذا ما قمنا بشرح كشف الحساب هناك فاتورتين مبيعات عليه دين عليه بهذا المبلغ الفاتورة الأولى بهذا المبلغ والفاتورة الثانية القيد المحاسبي الذي قمنا بتنفيذه قبل قليل هو هذا القيد القيد رقم ثلاثة مبلغ 150 دولار إذن الدين الذي كان عليه مبلغ 200 أو 2560 دولار تم منحهم خاص مسموح به 150 دولار المبلغ المتبقي عليه أو الرصيد المتبقي عليه هو 2410 دولار إذن هذا الطرف المدين المبالغ أو الديون التي عليه والطرف الدائن المتمثل بالخاص المسموح به يمثل طرف دائن المتبقي يمثل رصيد الحالي الذي على العميل حسان نعود مرة أخرى إلى شاشة القيود اليومية العمليات ونقوم بعرض مثال أو تطبيق جديد هذا المثال مرتبط بالشيكات فعند قيامنا بتحصيل شيك مقبول الدفع من أحد العملاء وقمنا بإدخاله في شاشة سندات القبض شيكات ثم ترحيله وعند ذهابنا من أجل تحصيل قيمة هذا الشيك قام البنك برفض هذا الشيك بسبب عدم كفاية الرصيد في مثل هذه الحالة كيف يتم استخدام شاشة سندات قيود اليومية من أجل معالجة حالة رفض الشيك من قبل البنك أولا سوف نبدأ بشرح كيف يمكن عمل سند قبض شيك من أحد العملاء وتحصيله طبعا سيتم شرح سندات القبض شيكات في الدروس اللاحقة بشكل مفصل نخرج الآن من شاشة قيود اليومية نذهب إلى قسم العمليات سندات القبض ونختار شيك طبعا نوع هذا الشيك بتاريخ السند أو يسمى مقبول الدفع نقوم بالضغط على زر الإضافة فنذهب إلى رقم البنك والضغط على F9 واختيار بنك سبع الإسلامي دولار المبلغ الذي تم تحصيله ثلاثمائة دولار رقم الشيك خمسة واربعين البيان استلمنا من العميل حسان دفعا من الحساب ننتقل إلى أسفل الشاشة ونقوم بالبحث عن العميل حسان من خلال اسم الحساب أفضل طريقة ما عليك لإدخال رمزة النجمة ثم تكتب حسان ثم الضغط على F9 واختيار العميل حسان وكتابة البيان دفعا من الحساب موجب شيك رقم خمسة واربعين بعد كتابة البيان نقوم بإدخال المبلغ بالمبلغ الأجنبي ثلاثمائة دولار ثم نقوم بعملية الحفظ بعد عملية الحفظ تتم الخطوة الثانية المهمة عملية الترحيل نخرج من شاشة سندات القبض ننتقل إلى قائمة الترحيل سندات بنكية ونختار قبض ونحدد رقم البنك بالضغط على F9 بنك سبا الإسلامي ثم التأشر على ترحيل ترحيل الآن لمعرفة القيد المحاسبي الذي قام النظام بتنفيذه آليا ما عليك للدخول للتقارير اليومية العامة نوع المستند سند قبض نوع القيد بنكي ونحدد رقم البنك بنك سبا الإسلامي ثم نقوم بالضغط على طباعة طبعا القيد المحاسبي سيكون من حساب بنك سبا الإسلامي طرف مدين لأنه زاد إلى حساب العميل حسان طرف دائن لأنه انخفض إذن القيد المحاسبي من حساب بنك سبا الإسلامي طرف مدين إلى حساب العميل حسان عند رفض الشيك ما عليك إلا أن تقوم بعمل قيد أكسي بمعنى يكون القيد الأكسي من حساب العميل حسان إلى حساب البنك نقوم الآن بعرض المثال الخاص بهذه العملية تم رفض الشيك رقم 45 والذي تم تحريره من قبل العميل حسان مبلغ 300 دولار والمسحب على بنك سبا الإسلامي وسبب الرفض عدم كفاة الرصد إذن القيد العكسي أو قيد التسوية لهذه العملية من حساب العميل حسان إلى حساب بنك سبا الإسلامي نقوم بإدخال هذه البيانات في شاشة القيود اليومية ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة وننتقل إلى أسفل الشاشة ونقوم بالبحث على الحساب من حساب العميل حسان وتوضيح العملية رفض الشيك ونقوم بإدخال مبلغ الشيك إلى حساب بنك سبا نقوم بالبحث عليه بنك ثم إف تسعة بنك سبا الإسلامي دولار البيان رفض الشيك رقم 45 ونقوم بإدخال المبلغ في الطرف الدائن 300 دولار ونقوم بإدخال هذا المبلغ أو هذا المبلغ في أعلى الشاشة ثم نقوم بعملية الحفظ ونذهب إلى الخطوة المهمة الترحيل قيود اليومية نضغط على سنة مرتين ونقوم بالترحيل فإذا ما أردنا مثلا طباعة كشف حساب العميل حسان نذهب إلى التقارير كشفات الحسابات حسابات الفرعية ونبحث على العميل حسان إما من خلال إدخال الرقم أو جزء من الرقم ثم الضغط على F9 أو من خلال بحث عن طريق الاسم حسان F9 اتباع نلاحظ ماذا نلاحظ ما يلي طبعا هذا الطرف المدين المبالغ التي عليه والطرف الدائن المبالغ التي له طبعا قبض شيك بنكشف دفع عميل الحساب مجهب شيك رقم 45 خفض من رسيد العميل حسان ب300 دولار لكن عند معالجة هذا الشيك الذي تم رفضه من البنك وكان ذلك بالقيد اليومي رفض الشيك من قبل البنك قمنا بإرجاع المديوني التي تعالي مرة أخرى فمرة كانت دائنة ومرة أخرى مدينة قمنا بإرجاع المبلغ أو الدائن الذي عليه إذن المبلغ المتبقي له طبعا الطرف المدينة قصة الطرف الدائن المبلغ المتبقي له 2410 دولار نكون بهذا قد أوضحنا في هذه العملية كفيتم استخدام شاشة القيود اليومية في حالة رفض الشيكات التي تم إدخالها في نظام المتكامل نظرا لأهمية موضوع المرتبات والأجور في الشركات أو المؤسسات أو المحلات التجارية وما يرتبط بها من سلف تمنح للموظفين وتخصم من الراتب في نهاية الشهر أو عهد تمنح للموظفين ويتم تصفيتها أو إثبات الغياب والجزاءات التي على الموظفين قمنا بتخصيص هذا الجزء عند شرحنا لشاشة القيود اليومية وقمنا بالتركيز على موضوع إثبات المرتبات والأجور إثبات السلف وخصمها من الرواتب إثبات العهد وتصفيتها إثبات الغرامات والجزاءات المتعلقة بالموظفين عند غيابهم طبعا يتم عمل ذلك كله في شاشة القيود اليومية فإثبات الرواتب إثبات خصم السلفة إثبات تصفية السلفة إثبات خصم الجزاءات والغيابات يتم من خلال استخدام شاشة القيود اليومية نقوم الآن بعض التطبيقات المرتبطة بموضوع المرتبات والأجور في الشركات التطبيق الأول للمرتبط المرتبات والأجور في الشركات هو عملية إثبات المرتبات المستحقة للموظفين قم بإثبات المرتبات المستحقة للموظفين التالية أسمائهم في بداية شهر سبتمبر أسماء الموظفين ظاهرة أمامكم الرواتب المستحقة لكل موظف ظاهرة أمامكم طبعا كقاعدة عامة المرتبات المستحقة تمثل التزام على الشركة لذلك سيتم إدخال هذه الأسماء وهذه الحسابات في جانب الخصوم المتداولة كمصاريف مستحقة على الشركة القيد المحاسبي سوف يكون على النحو التالي من حساب المرتبات والأجور كمصروف هذا سوف يقفل في حساب الأرباح والخسائر طبعا يعتبر مصروف على الشركة يقفل في نهاية السنة من صاف الربح والخسارة إلى مذكورين مرتبات مستحقة التي تضاف في جانب الخصوم المتداولة كالتزام على الشركة لهؤلاء الموظفين المرتبات الظاهرة أمامكم والمبالغ الظاهرة أمامكم طرف دائن إذن القيد المحاسب من حساب المرتبات والأجور بإجمال مبلغ طرف مدين يتم إدخاله في المرتبات والأجور في جانب المصروفات إلى مذكورين المرتبات المستحقة للموظفين طرف دائن يتم إضافتها في جانب الخصوم المتداولة كالتزام على الشركة أو كمصروفات مستحقة إذن نبدأ أولا بالذهاب إلى الدليل المحاسبي وإضافة المرتبات المستحقة للموظفين في جانب الخصوم المتداولة نذهب إلى المدخلات الأساسية الدليل المحاسبي ونقوم بإضافتهم طبعا المصروفات المستحقة تندرج في الدليل المحاسبي في جانب الخصوم المتداولة رقم الخصوم المتداولة إثنين إثنين ثم نقوم بالضغط على F9 ونبحث على الأرصدة المدينة الأخرى أرصدة دائنة أخرى ونقوم بفتحها نقوم الآن نلاحظ آخر حساب رقمه 22205 نقوم الآن بإضافة حساب رئيسي يسمى المرتبات والأجور المستحقة سوف يكون رقمه 22206 حساب رئيسي ثم نفرع منه المرتبات المستحقة لكل موظفين ما عليك إلا الضغط على زر الإضافة ونقوم بإدخال الحساب الرئيسي لمرتبات الأجور المستحقة ثم 2222 هذا الحساب الرئيسي حقه المرتبات والأجور نوع الحساب رئيسي أو ملتب العملة المحلية مثلا ريال ثم نقوم بعملية الحب الآن نقوم بإضافة المرتبات المستحقة لكل موظف ما عليك إلا الضغط على زر الباح ثم 22206 F9 الآن نقوم بإدخال المرتبات المستحقة لكل موظفين أول موظف سوف يكون رقمه على النحو التالي إضافة 222 06 001 نتحرك بالتاب أو بالماوس الحساب الرئيسي له هو حساب المرتبات الأجور المستحقة الرئيسي الذي قمنا بإدخاله قبل قليل 222 06 اسم الموظف سعد الجوني نوع الحساب فرعي عملة الحساب ريال ثم نقوم بعمليات الحظ والبحث مرة أخرى على المرتبات الأجور المستحقة 222 06 F9 نلاحظ ظهور سعد الجوني المدير المالي كأول حساب ضمن المرتبات الأجور المستحقة الآن نقوم بإضافة الموظف الثاني بنفس الطريقة الضغط على زر الإضافة 222 06 00 2 الحساب الرئيسي له هو حساب المرتبات الأجور المستحقة الظاهر أمامكم ننتقل بالتاب أو بالماوس ونقوم بإدخال اسم الموظف علي المغربي رئيس الحسابات نوع الحساب فرعي ريال ونقوم بعمليات الحظ ثم البحث مرة أخرى 222 06 على المرتبات الأجور المستحقة ثم ضغط عليه 9 نلاحظ إضافة الموظف الثاني كحساب فرعي للحساب الرئيسي المرتبات الأجور المستحقة نقوم الآن بإضافة الموظف الثالث في نفس الطريقة إضافة 222 06 003 الحساب الرئيسي له حساب المرتبات الأجور المستحقة الرئيسي 222 06 ونقوم بإضافة وكتابة اسم الموظف نوع الحساب فرعي عملة الحساب ريال ونقوم بعمليات الحظ ونستمر بإضافة الموظف بنفس الطريقة الضغط على زر البحث ثم إدخال رقم الموظفين أو المرتبات الأجور المستحقة 222 06 ثم نضغط على F9 ونقوم بإدخال بقية الموظفين بنفس الطريقة السابقة وبعد إدخال جميع الموظفين في الشاشة والبحث عنهم قمنا بإدخالهم جميعا في جانب المرتبات الأجور المستحقة في جانب الخصوم المتداولة كمصرفات مستحقة والالتزامة على الشركة نقوم الآن بإثبات القيد المحاسبي على النحو التالي نخرج من إدارة أو من الدليل المحاسبي في المدخلات الأساسية نذهب إلى قسم العمليات قيود اليومية نقوم بالضغط على زر الإضافة طبعا في بداية الشهر يتم إدخال التاريخ في بداية الشهر نتحرك بالتاب أو بالماوس نقوم بإدخال المبلغ الإجمالي للموظفين خمس مئة ربعين ألف ريال ننتقل إلى أسفل الشاشة ونقوم الآن بإثبات القيد المحاسبي الخاص بإثبات المرتبات المستحقة للموظفين في بداية الشهر سبتمبر طبعا القيد المحاسبي كما قلنا سابقا سوف يكون من حساب مصروف المرتبات والأجور في جانب المصروفات طرف مدين إلى مذكورين المرتبات المستحقة للموظفين ونقوم بإدخال الموظفين كاملا نقوم بالبحث على حساب مرتبات الأجور من خلال الاس ما عليك إلا يدخل رمزة نجمة طبعا لا بد أن يكون حساب مصروف المرتبات والأجور مضافة في الدليل المحاسبي ونقوم بكتابة الأجور ثم الضغط على F9 نلاحظ هذا الحساب المرتبات والأجور في جانب المصروفات رقم ثلاثة ثم نقوم بالضغط على مرتين وانزال إلى الشاشة البيان إثبات الراتب المستحق للموظفين في شهر سبتمبر بعد كتابة البيان ننتقل للطرف المدين الطرف المدين ونقوم بكتابة المبلغ الآن ننتقل إلى الطرف الدين ونبدأ بإدخال أسماء الموظفين لإثبات المرتبات المستحقة لهم ما عليك لإدخال رمز النجمة ونكتب سعد ثم F9 سعد الجون المدير المالي البيان لكم راتب مستحق شهر سبتمبر طبعاً طرف دائن المبلغ مائة ألف ريال ثم ننتقل إلى الموظف الآخر طبعاً نستطيع البحث إما من خلال اسم الموظف أو رقم حسابه إذا كنا حافظ رقم الحساب مثلاً 22206 002 مباشرة علي المغربي نقوم بكتابة نفس البيان ومن أجل عدم الإطالة في تكرار البيان عند كتابة استطيع فقط الدخول عند البيان بالزر الأيمان وتقوم بالضغط على تحديد الكل ثم نسخ وعند البان أمام كل الموظف تقوم بالضغط على لسق وخلاص المبلغ المستحق لهم مئة وخمسة وسبعين ألف ريال ننتقل الموظف الثاني تستطيع كذلك البحث من خلال إدخال رقم الحساب الرئيسي الموظفين فإذا ما يقوموا بإدخال رقم الحساب الرئيسي الموظفين المرتبة المستحقة لهم ثم الضغط على نلاحظ ظهور اسم الموظفين كامل نقوم باختيارهم خالي الشمسان هناك عدة طرق للبحث على الموظفين إما من خلال رقم الحساب أو اسم الحساب ثم نقوم بالضغط بزر الأيمان لصق أو كتابته يدويا ونقوم بكتابة مئة ألف الموظف الآخر فارس نقوم بإدخال رمز النجمة ثم اسم الحساب ثم ضغط على فارس البعداني ونقوم بالكتابة البيانة يدويا أو نسخة ولصق وضغط على لصق خمسة وثمانين ألف ريال الراتب الموظف الأخير ونقوم بالبحث الموظف الأخير نقوم بإدخال رمز النجمة سامي الف تسعة ونقوم بالضغط عليه مرتين وكتابة البيان أو لصق مباشرة المبلغ ثمانين ألف ريال طرف دائن ثم نقوم بعمليات الحفظ مباشرة حفظ إذا ما أردنا طباعة هذا القيد نقوم بطباعته نقوم فقط باستعراضه وليس طباعته إذا كانت الكمبيوتر مرتبط بطابعة نقوم بالضغط على نعم أما إذا ما أردنا فقط استعراضه نقوم بالضغط على لا يذهب القيد المحاسب في شكل الظاهر أمامكم رقم السنة التاريخ من حساب المرتبات والأجور في جانب المصروفات طرف مدين إلى حساب المرتبات المستحقة الموظفين طرف دائن الآن نقوم بعملية التأثير المالي والمحاسبي من خلال الترحيل نخرج من شاشة القيود اليومية نذهب إلى الترحيل قيود اليومية نقوم بالضغط على سند مرتين ثم نضغط على ترحيل إذا ما أردنا استعراض القيود قبل ترحيله بالزر الأيمن ثم نقوم بالترحيل إذا ما أردنا طبعات كشف حساب كل الموظف نقوم بالدخل للتقارير نشوف هذه الحسابات سابات الفرعية ونقوم بالبحث إما عن طريق رقم الحساب الخاص بالموظف تخير رمزة النجمة ثم نكتب مثلا ساد ثم الضغط على F9 وطباعة نلاحظ ظهور كشف حساب الموظف سعد الجوني مدير المالي بطريقة لكم راتب مستحق شهر سبتمبر طبعا طرف دائن إذا ما أردنا استعراض جميع الموظفين ما عليك إلا أن تقوم بكتابة الحساب الرئيسي للموظفين صفر ستة ثم بضغط على F9 ونقوم بكتابة من أول حساب إلى آخر حساب الموظفين هذا الموظف الأول ثم ننتقل الحساب الثاني اثنين 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 صفر ستة صفر صفر خمسة ونقوم بالطباعة نلاحظ هذا الموظف الاول سعد الجوني اثبات المرتبة المستحقة هنا هو الموظف الثاني علي المغربي رئيس الحسابات نقوم بالتقريف على الشاشة الموظف الثالث الرابع الخامس بشكل تحليلي وتفصيلي اما اذا ما اردنا ان نقوم بتباع كشف حساب بالاجمالي نقوم بالضغط على اجمالي ثم طباعة يظهر بالشكل الظاهر امامهم في كشف واحد والمبالغ المستحقة لكل موظف نعود مرة اخرى الى شاشة القيود اليومية من اجل ان نقوم بعرض مثال اخر مرتبط في حالة منح احد الموظفين او اكثر من موظف سلفة وكيف يتم خصم تلك السلفة في نهاية الشهر من راتبه يتساءل البعض كيف يمكن البحث عن قيود اليومية التي تم تنفيذها والتي تم حفظها في شاشة القيود اليومية الاجابة على هذا السؤال نقوم بالدخول الى ادارة الحسابات العمليات قيود اليومية هناك طريقتين لاستعراض القيود اليومية التي تم تنفيذها وكذلك للبحث عنها الطريقة الاولى من خلال شاشة قيود اليومية نفسها اما الطريقة الثانية من خلال الدخول الى قائمة التقارير واستعراضها من قائمة التقارير اما خطوات استعراض القيود اليومية التي تم تنفيذها في شاشة قيود اليومية ما عليك الا الضغط على زر البحث ثم الضغط على اف ثمانية بعد ان تجعل المؤشر عند رقم المستند نقوم بالضغط على اف ثمانية تظهر هذه الشاشة طريقة البحث نستطيع استعراض القيود بناء على الرقم اي من رقم القيد الاول مثلا الى الاخير او من خمسة الى او اتخار رقم القيد مباشرة كذلك نستطيع استعراض قيود اليومية بناء على فترة اي من فترة الى اخرى او من تاريخ الى اخر نستطيع البحث على القيود بناء على الحسابات التي تم تنفيذ عملية مرتبطة بعض الحسابات نشاهد في اسفل الشاشة ثلاثة خيارات مرحلة غير مرحلة الكل اذا ما قمنا اختيار مرحلة ثم الضغط على زر البحث نلاحظ ظهور جميع القيود المحاسبية التي تم التأثير المحاسبي عليها وتم الترحيل فاذا ما قمنا باستعراض احد تلك القيود مثل هذا القيد الاول وقمنا بالضغط على زر التعديل ماذا نلاحظ ان النظام لا يسمح بتعديل القيود المرحلة اما الطريقة الثانية لستعراض قيود غير مرحلة معالك لضغط على زر البحث ثم جعل مؤشر اندرق المستناد ثم ضغط على اثمانية والتأشر على خيار غير مرحلة ثم البحث تظهر لنا القيود غير مرحلة والتي يمكن تعديلها فاذا ما قمنا باستعراض احد تلك القيود مثل القيد وقمنا بالضغط على زر التعديل نستطيع تعديل البيانات فيه لانه ليس مرحلا الطريقة الاخيرة او الخيار الاخر هو البحث على جميع السندات سواء المرحلة وغير مرحلة بضغط على زر البحث ثم جعل رقم مستناد او المؤشر عند رقم مستناد ثم الضغط على اثمانية والتأشر على خيار الكل ثم باحث سواء تظهر لجميع القيود المرحلة وغير المرحلة طبعا المرحلة نلاحظ انها مؤشر عليها وغير مرحل ليست عليها اي تأشر او اي خيار هذه الطريقة الاولى البحث استعراض قيود اليومي من نفس الشاشة اما الطريقة الثانية فتتم من خلال الذهب الى قائمة التقارير سندات قيود يومية ونقوم باستعراض وطباعة القيود اليومية من خلال الخيارات الظهرة امامكم من رقم القيد الى اخر او من تاريخ فترة معينة او من رقم حساب الى رقم حساب كل القيود القيود المرحلة فقط القيود غير المرحلة حسب الخيار التي تناسب وتلبي رقبات مستخدم نظام المتكامل فاذا ما قمنا بضغط على زر ارتباعه نلاحظ ظهور القيد الاول نستطيع استعراض بقية القيود بالضغط على السامنة اسوأة في على الشاشة القيد الثالث الراب وهكذا طبعا بشكل تحليلي اما اذا ما اردنا اجمالي فما عليك لضغط على اجمالي اختيار اجمالي ثم طباعة نلاحظ ظهور جميع القيود في صفحة واحدة والمبالغ المدينة لكل قيد والمبالغ الدائنة نكون بهذا قد اوضحنا خطوات استعراض والبحث على القيود اليومية من نفس الشاشة او من قائمة التقاريخ في نظام يمنسوفت المتكامل اشتركوا في القناة